أنت تحديداً وأنت تدير أو جزء من إدارة لجنة الحكام كنت تتعرض لإنتقادات واسعة جداً تحديداً من الأهل والزمالك إيش معنى الأهل والزمالك تحديداً؟ ما هو خلي بالحضرتك ما هو أكتر أتنين أكتر فرقتين بيضغطوا على الحكام مين ما هما الأهل والزمالك يعني خلينا نتفق على شيء مهم جداً شعبيت الأهل وشعبيت الزمالك وجمهاريتهم كل احترام وتقدير للأندية بس مش في الضغط علينا يعني أن كل الأندية يعني حسب قوة نادي الآله عنده قناة إعلامية ما شاء الله يعني نادي زمالك نفس الشيء فتلاقي الهجوم شديد جداً ما أنت مش هترضي حد خلي بالك وأنا مسؤول أصعب ما كونه وأنت حكم وأنا حكم كنت مسؤول آه مسؤول عن المباراة وكلام ده كله كنت مش مسؤول عن كل المباريات يعني كنت بتابع كل المباريات أي خطأ إحنا اللي بنشيله ده شيء طبيعي جداً المتحملين المسئولية لأن فيه نقطة مهمة جداً أقولها لحضرتك الناس بتتكلم عن مين الناس اللي بتحلل النازم اللي بيحلل ده يكون محاضر وهم حاجة أنك أنت تكون محاضر أهم حاجة يكون محاضرة تبتعمل لي معسكر وتحضر لي فيه وتعمل لي اختبارات بدنية واختبارات طبية لكن فيهاني لو أنت حطيت حكم مش في مكانه الصحيح مش في المباراة اللي هو يستحقها الماتش بيبوز يبقى كل اللي أنت عملته ده مش موجود مش كده برضو فهي التعينات دي أنا عندي كان عندي الخبرة اللازمة فيها طيب ومناسبة الخبرة فضل نهاردة أنا الحكم سين كنت بقى حكم مباراة الأهلي وفرقة أخرى الزمالك وفرقة أخرى ولم يوفق هذا الحكم فيه قرار مثلا كان قرار مهم وقصع على دكتر المباراة هل أنت بتستبعده شوية من مباراة الأهلي والزمالك؟ طبعا تستبعده حفاظا عليه حفاظا عليه وأنا النهاردة بعاند ليه لأنا بحافظ هنا على الحكم بتاعي يعني أنا النهاردة محمود البناء السمن اللي فاتت الموسم اللي فاتت تحديدا باستفتاء النقاد الرياضيين أفضل حكم والجماهير والجماهير الجماهير ده يا كريم حاجة صح دي صعبة جدا صعبة جدا الجماهير ده على الحكم مش كده برضو الحكم ملوش شعبائي أفضل حكم في مصر السنة دي أنا حزين جدا على محمود البناء لأن لجنة الحكام معرفتش تتعامل مع محمود مع كل احترام والتقدير ليهم عشان الناس بتزعل أن أنا بقول كلام الكلام أنا بقوله بره وأنا بقوله جوه وأنا بحافظ على حكامي محمود البناء من الحكام الرائعين في تاريخ المصر فبالتالي ما ينفعش الراجل يكون لازم حافظ عليه يعني أنا بديك مثلا آخر مباراة كان محمود على تقنية الفيديو في مباراة الزمالك عش راح للقصة مهمة جدا فضل آخر مباراة كان موجود فيها محمود كانت مباراة الزمالك وسموح كان حكم ساح ملعبش بعدها محمود ولا مباراة في الدور الممتاز هل يرجع بعد ما قاعد الفترة دي مباراة كان فيها أخطاء تحكمية وحصل بها مشاكل فلجنة الحكام جنبتوا شوية هل لما ترجعوه بعد شهر ترجعوه برضو على مباراة الزمالك يعني يا مستر برير مباراة الزمالك والمصري لما كان موجود على الفار كان موجود على الفار إحنا ما نقولش اللعبة كانت تحتامل هدف أو ما تحسينه شيئا أنا بقول له حضر كونها مش هدف ماشيء ولكن كانت تستوجب إعادة اللعبة وده بيبقى قرار من حكم الفار